أعلنت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسم رئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان عن اعتماد يوم السادس والعشرين من فبراير المقبل موعدا لانطلاق الدورة العاشرة من مسيرة فرسان القافلة الوردية التي تحمل رسالة الوعي بسرطان الثدي في جولة على مختلف إمارات الدولة حتى السادس من مارس وجاء الاعلان عن اعتماد تاريخ انطلاق المسيرة تأكيدا على نجاح مساعيها خلال الأعوام التسعة الماضية حيث تتواصل المسيرة بمناسبة عامها العاشرة على مدار عشرة أيام لتستكمل الجهود التي بذلتها منذ انطلاقها في العام 2011 إلى اليوم ودعت سمو الشيخ جواهر بن تمحمد القاسم فئات المجتمع لمرتي كافة من مواطنين ومقيمين رجالا ونساء إلى المشاركة في مسيرة فرسان القافلة الوردية العاشرة والانضمام إلى فرقها ولجانها المختلفة سواء ضمن الفرسان أو الطواقم الطبية أو ضمن فرق المتطوعين في الفعاليات وحملات التبرع موسيقى